المرأة دفء الأيام ولها فينا قدر سامي هي هبة تجعل أيامي كربيع عطر الأنسام وهي وصية طاه الهادي للأسرة في كل مقام وهي وصية طاه الهادي للأسرة في كل مقام وحقوق المرأة ببلادي حفظت في شرع الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أبضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نمضي وإياكم في برنامج استوصوا بالنساء خيرا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله يعني مثل خيمة فالنبي عليه السلام يبدأ بالاعتكاف من صلاة الفجر قال فاستأذنت حفصة حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وبنت سيدنا عمر أن تضرب خباء وهي كم أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا خيمة فخيمة فخيمة فأخبر فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله الغيرة هي موجودة بأصل المرأة قال البر ترون بهن فترك الاعتكاف أنتم شايفين هذا خير البر ترون فيهن فترك الاعتكاف ذاك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوار صلى الله عليه وسلم أول واحدة أخوانا الكرام الغيرة المرأة تغار قال لا وحقا أنه تغار تغار على زوجها بس في غيرة محمودة وفي غيرة غير محمودة في لحد كل خمس دقايق تتصل في تقول له أرجيني أين أنت فتح كاميرا هيك يعني بينكسر حاجز المودة والمحبة ولا كمان في أزواج يعني مراكزين في أزواج بدون 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 يدرسوا يعني ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من المحبة والمودة والصدق تعود قول الصدق تحظى به إن اللسان لما عودت معتاد هي ضربت الخباء السيدة عائشة لتقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد للرجل من زوجته من أجل أن تخدمه يقول الواحد يتزواج بشان الشهوة لا هذا رجل له حاجيات له ملابس يعني تحتاج إلى غسيل في طعام يجب أن يطهى في ترتيب المرأة الفطنة هي التي ترتب كل هذه الأشياء لزوجها يعني إذا زلم بد يرجع على البيت وما في أكل بده يرجع على البيت والأمور كلها ياتم خربطة خربطة لا نظافة ولا ترتيب لماذا تزوجنا كان يقول وتزوجنا لنستر سأل الله يامله يعني الزواج سترة الاعتكاة في الأصل في أنه يبتعد الإنسان عن النساء النبي عليه صلى الله وسلم كان لما يدخل العشر الأواخر من رمضان كان يشد مئزرة ويطوي فراشة صلى الله عليه وسلم ويعتزل نساء سبحان الله طاعة ورقي روحي مع دنيا ما تزبط العالم العلوي لا ينال إلا بترك الدنيا بدك أنت صفاء عايد عن الأكل والشرب والمرأة أي متاحة ما بدك أنت لما تكون متزوج أما هل دول العشر تيام هل دول صفاء طريع الصوح لقى مضارب الأزواج شوفوا حكمة النبي ما تفعل ما تفعل ما تفعل لا تفعل الخيمة والخباء يا شو يا أنت طالي ما ساعة وشغلة بالتاريخ لا تحدث لغى الاعتكاف كله الاعتكاف كله لغاه بس ما تركه سبحان الله لم يعني الصلاة والسلام قرأت بأكثر من رواية اللي هون به القصة أنه اعتكف عشر من شوال في قصة سنتين عشرة ركعة من الضحى في موازين حتى ما يفوتنا الخير طب ما يتغدى لا يتعشى لك أنا لا يتغدى نقول له راح الغداء أخي خلاص راح الغداء بدنا نتعشى ما يفوته ما يفوته خير أيضا هو سبحان الله هو مشروعية ضرب الخيام أو الخباء لأنه بالمسجد صعب المسجد للعبادة أنا كنت أتمنى أنه تتاح الظروف الظروف الآن صعبة عن جد أنه ساوي أنه اعتكاف لكن صعب الجامع للعبادة وطلق هون طراحة طراحة وأكل وشرب وجامع ما بتزبط نياله لبيته قدام الجامع أنه مثلا خلص بيصير أنه بيجي على التهجد وبيجي على التراويح وبيجي بيحضر لدروس هذا اسمه اعتكاف جزئي منيح لأنه الاعتكاف الكل هذا يعني بده إنسان يكون ما عنده التزامات وفي ناس بتساوي هذا لأنه ما بيجي إلا كل سنة هالعشر تيام أيضا المنغصات لا بد منها والمنغصات أتت إلى بيت الرسول صلى الله لا تقول النبي محمد رسالة وما أحد بيئت هنا يقرب عليه حسنا اعتكاف صلى الله عليه وسلم رسول الله يريد أن يعتكف يتعبد الله توجا تشوف بيت الرسول هون ليش ليش حفصة ومو زينب وحفصة ليش حفصة مو ستنعائشة هذا هيك الحياة كلها أيام بيجيك التنغيص من زوجتك أيام بيجيك التنغيص من أخدق أيام بيجيك التنغيص من أمك تكون فهماني الفكرة غلط بدك أنت تكون حكيم وتعرف كيف تدير الأمور أيام بيجيك التنغيص من أبنك أيام بيجيك التنغيص من الحياة من جار سبحان الله الله لا ينغزنا بس لقد خلقنا الإنسان في في كبد حتى الصحابيات فيما بينهم يسمون ضرّة في فرق بين ضرّة وبين ضرّة بيقولوا ضرّة مرّة هيك الزمان اللي كان عندهم كان يتزوجوا كذا وهيه هل الواحد يعني إذا بينجوا بنفسه هو وعائلته فقد فاز ورب الكعبة طب هذا زمان عود عود آدمي عود آدمي عود آدمي فوض بتربيت أولاد عكوهيب شنشو على شو شنشو الموضوع مشروع مشروع خاسر بكل المقاييس فاستأذنت حفصة هيك الرواية سيدة عائشة وراحة جابت وهي صارت تعمل لها والجكار قال فأذنت لها هي من من وجهة نظر السيدة عائشة أنه ما عليش يعني بدأت تشيش تذكر الله والله أنا أرى أن المرأة تعود بالبيت الله وكيلكم مو صلاة الترويح عندي صلي بيتي عم نفتح نحن ويكي وكذا وي بدي نسق الإنسان مع عائلته اليوم أولادك نازل ليس يستنزلي معهم اليوم زوجك تعبان تعدي بالبيت حسن تبعه للمرأة لزوجها يعدل عند الله ثواب الصائم القائم بدي انزل يعني بدي انزل شو بدك تنزل تاوي شان شو مجتمع النساء أخوان الكرام بد ملائكة من السماء لتضبط والله يجوز للمرأة ان تعتكف تعتكف في بيتها بعيدة عن الرجال عدي هلا أنت بس وقفيني التليفون واطفيني واي فاي ونحن لك من الشاكرين بسكي هالمسبحة بتلاوة القرآن بالصلاة بذكر الله عز وجل بتصلي ببناتك صلاة التراويح معلش المرأة تصلي بالمرأة خميس جمعة أو جمعة سبت عطلي ما عندهم التزامات مع العائلة كلها مالش أما غير هيك كل يوم كل يوم كل يوم إلا إذا كان حالة خاصة الحالة الخاصة المرأة الكبيرة الحالة الخاصة المرأة الأرملة مل الثانية مطلقة وكذا ظروفها ما عندها التزامات في مرأة كبر ولادة وسافر وكذا وهي تجي على الجامع شو فيها الجامع بيت الكريم عرف النبي عليه الصلاة والسلام بما أتاه الله من النبوة قال البر تريد أنه بر الشغلة ليس شغلة اعتكاف قال الشغلة ليس شغلة ترمانة شغلة قلوب بليانة ليس شغلة اعتكاف شغلة غيرة هناك شخص يأتي على الجامع والله جاء نصلي وكذا هناك شخص جاء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى أيضا استحباب قضاء السنن النبي عليه الصلاة والسلام راح العشر صحيح في بركة ليلة القدر وليلة الآلة الوترية لكن النبي عليه الصلاة والسلام قضاء اعتكاف عشرة ويلي بدون لذة مناجهات الله بالسحر على فكرة هل رمضان هو الزمان بركة الزمان أما كل يوم الله بتجلى على عباده ما في يوم الله موقف الخير ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كل ليلة رمضان نحن لأن الجو سبحان الله للمقصرين أنا بقول رمضان للمقصرين أما المحلقين وكل الليالي عندي ليلة القدر إذا الواحد ما صلى السنة القبلية صلي يوم بعدية ما لا بعدية ولا قبلية فبما تدخل الجنة والنساء المال والبنون زينة الحياة الدنيا وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة النساء من زينة الدنيا نساء وطاعة الله ذلك اللي بالحج شوفوا في في يعني ترتيبات الإنسان لا يقرب زوجته لأنه الرقي الروحي لا يتماشى مع شهوة الدنيا أبدا أشوف رمضان سبحان الله تلك صار معي شغلة شوال أنا عمقرأ أنا والشباب بشعبان عفوان عم نقرأ يعني ختمة فختمة يعني من هكذا حالنا وصدف أن أقرأهم بالنهار بالعند نقرأ بين المغرب والعشاء وبعد العشاء حطونا الشاي مثلا غير تلين وخميس أو قهوة شراب حس حالي أنه أنا في شي نقصني والله يلينا أصلا أنه نمتنع عن الدنيا حتى عن الشراب عن الماء أما تأكل ههو هاي الشغلة بقى لا تتناسب لذلك التوجيهات الربانية كل حتى نحافظ على التألق الروحي حسب ابن آدم لقيمات كل شي زيادة كلوا واشربوا ولا تسرفوا الزيادة تحجب عنك نقطة التألق الروحي وانمت ما أكرخ عادي حسين هذا الإنسان اللي قاعد مزواج أو كذا وهي لجيب عريس بتزوج جديد قال له على الدرس إن شاء الله ما نشوف كون أستاذ ما عم نشوفك بالصلاة وين غرآن غرآن الله يعينه نشوف وآخرت آخرت نسأله بآخر لا يحق لامرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها على برمضان بتصوم أذن من أذن إذا ما بغير رمضان إذا ما أذن زوجها ما بتصوم إذا لم يأذن لها زوجها لا تصوم وهون في هذا الحديث بيان مرتبة السيدة عائشة رضي الله عنه وارضاه سيدنا عائشة الإذن من عندها قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى حفصة سأذنتها حتى السيدة زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا الغيرة برجع بسكر فيها الغيرة يعني الغيرة موجودة عند المرأة هاي ما ممكن أنه تنطفئ والعقل الكبير عند المرأة هو الذي يعني يهدئ من روعها يعني ما بهون عليها بعض النساء ما بهون عليها يروح يفطر عند أمه يا عيني أمو أمو شو طعمتها راح اكلت عندها وأنا أكلاتي ما عمت أكله أمو طليع من بطنها لا يمسك الأكل آخر وإلا لعن بدي آكل ولا يعني هي مو غير هي هي مكايدة هي ما يعني أما لم نروح نحن ويا بعد ما بروح إلا رجلي والله لما ما بدي أحكي كثير برمضان خلينا مضبوطين لله أما في ناس هيك في ناس هيك طبعا أما يروح ويجي وعند أمو عند أمو أخته إن هذا لشيء عجب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام تكريما متكريما احتراما وحتى لا يدخل في خلاف لغى موضوع اسمه اعتكاف الاعتكاف وما ساوا مشكلة من باب استوصوا بالنساء خير ما يشون شو بدي جامع وانت كتير متدايقة بلاج جامع الاعتكاف كله نغان النبي عليه الصلاة والسلام فبدأ يكون الإنسان حكيم الله يوفقنا الإنسان الناجي هو الذي ينجو من هذه الحياة وقد نشر سلاما في بيته مع اهله مع زوجه مع والدته مع والده بدي حكمه لانه هل الانسان لو بده يشتغل بتأديب كل كل انسان يستحق التأديب ما بتخلص الحياة سبحان الله بارع صار معي موقف يعني يعني اضحكني وآلمني فأنا بطلع قبل المغرب بخمس دقائق بروح بس انه هيك مفطر مع العائلة بشان لمس شمل جاني اخ على وصلت انا بعد الادان ممكن بخمس دقائق سبع دقائق بال اللي بيكونوا على ادان المغرب بصلوا المغرب ووجو يعيدوها معي ليتواقف على باب الجامع قال لي انت ليش ما صليت المغرب ايمام فأخذته بالمباسطة حتى تشوفوا ان الانسان ما بقدر يشتغل بتأديب كل انسان جاهل انت صليت المغرب قال ايه تقبل الله انا هصلي انت ايمام لازم تجي على الوقت انا موكل اني انا لسا عندي شغل لثلاث اربع ساعات تلاوة ودرس وكذا فما بصير حول ولا قوة إلا بالله تحضرتك انت مصلي قال انا مصلي فقلت له انا هل هصلي وفي عندي هل لسا عندي عشرين ركعة وعندي درس وعند هي فأنا بروح يعني بدي افطر لان انا بني ادم انا اسمي من بني ادم لازم اكل واشرب بس يعني انتمر ما بصير ما بصير كان بدي واحد من المصل يطلع له بعض تعض ولا بعض نسأل الله عز وجل ان يلهي من الرشد يا اخوان الكرام بأ انت وين ما رحت بد يجي كن كد بدك تصبر وتحكي الكلمة الطيبة وخاصة برمضان وتخفف المشاكل مع اهل بيتك يعني ما حلو رمضان انه الزوج والزوج يعني متناحرين والله ما حلو صالحوهم مع بعض والله رمضان الحلو مع الالفة هيك الاندي بالسحور والفطور واحد اكلا حاله واحد اخذ صندويشة ومعروكة وقاعد الحال وزعلانين من بعض مش غلب ملا طعم الى الالفة والمحبة النبي لغى اعتكاف مشان ما يساوي مشاكل بيناتهم ربنا تقبل منا بسرد الفاتح المرأة دفء الايام ولها فينا قدر سامي هي هبة تجعل ايامي كربيع عطر الانسامي وهي وصية طه الهادي للأسرة في كل مقامي وهي وصية طه الهادي للأسرة في كل مقامي وحقوق المرأة ببلادي حفظت في شرع الإسلام